متابعي قناة انفوتك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة جيميناي 2.5 فلاشلايت هو نموذج من عائلة جيميناي 2.5 وتم اطلاقه للتجريف في 17 يونيو 2025 بيقدم تفكير محدود تقدر تتحكم فيه برمجياً وبالتالي بيسمح بتحسين الجودة حسب الحاجة هيكون مثالي جداً للمهام عالية الحجم والمهام اللي بتتطلب الحصول على معلومات حساسة شوية للزمن بيوازننا بين الاستجابة الفورية والتكلفة الاقتصادية بيدعم ايه؟ بيدعم النصوص والصور والفيديو والصوت وملفات البي دي اف مع نافذ السياق بتوصل لحد مليون رمز وان مليون توكنز بيشتغل مع أدوات زي البحث على جوجل تنفيذ الأكواد تحليل محتوى صفحات الويب ممكن تتحكم فيه التفكير وتضبط ميزانية التفكير وممكن تعطل التفكير تماماً حسب المهمة لو انت حتوقف في التفكير انت هنا بتحقق السرعة حالة الاستخدام المباشرة ممكن انت تنشئ وجهات ديناميكية ممكن هو يكتب لك الكود تلقائياً وحتى تفاجأ بسرعة كتابته للكود حنشوف دلوقتي الكلام ده بشكل سريع مع بعض تاني حاجة انه هو ممكن يحول ملفات البي دي اف لتطبيقات ويب بتفاعلية وبالتالي حتكون مساعدة أكتر في عملية التلخيص والفهم البصري بالنسبة لأداء النموذج نتائج الأداء بتاريخ 17-6-2025 حيث تفوق فلاش لايت على النسخة فلاش تو في عدة مجالات منها الرياضيات، العلوم، البرمجة، المنطق والتفكير فهم الصورة والصياق الطويل بالنسبة للتكلفة والسرعة السعر حوالي 10 سنت لكل مليون رمز مدخل و10 سنت لكل مليون رمز مخرج من غير تغزين الخيار الأسرع والأقل لتكلفة ضمن عائلة 2.5 حيكون هو جيميناي 2.5 فلاش لايت استجابة فاقص السرعة هنشوف دلوقتي مع بعض السرعة مقارنة بالإصدار فلاش لايت 2.0 عشان تجربوه، ممكن تجربوه مثل الفيرتكسي آي جوجل آي ستوديو والأي بي آي الإصدار الكامل من فلاش وبرو ممكن يعتبر نمازج مستقرة موجودة أكتر عبر تطبيق جيميناي والأي بي آي نقدر نقول أن إنت لو كنت بتدور على ترجمة أو تصنيف أو تعليمات مبنية على النص مع استجابة سريعة وتكلفة منخفضة ففلاش لايت 2.5 حيكون مناسب جداً لك أما بالنسبة للمهام الأكثر تعقيداً زي البرمجة المتقدمة أو تحليل بيانات كبيرة والاستفادة من قدرات التفكير العميق في الحالة دي حيكون فلاش وبرو هو الأنسب من المهم جداً أن أنت توازن الميزانية الخاصة بالتفكير هنا حتحق توازن ما بين جودة النتائج والتكلفة ده بشكل سريع جيميناي 2.5 فلاش لايت تعالوا نبص عليه بص سريعة جداً على جوجل آي ستوديو وارجع للكم مرة تانية علشان نبص على جيميناي 2.5 فلاش لايت بريفيو بشكل سريع اللي تم إصداره بتاريخ 17.6 للتجربة داخل جوجل آي ستوديو هو مش موجود على التطبيق الرئيسي موجود من خلال جيميناي 2.5 فلاش لايت بريفيو من خلال فيرتكس اي اي وأعتقد من خلال اي بي اي ولكن زي ما قلت لكم هو حيكون مهم جداً ومفيد جداً لو أنت عايز تتعامل مع حجم كبير من النمازج وأيضاً تكلفة أقل لأن تكلفة الإدخال والإخراج لكل مليون توكنز عشر سند فقط فدي تعتبر ميزة كبيرة جداً تقدر تفعل التنكينج مود تقدر توقف التنكينج مود تقدر تتحكم في التنكينج بودجت وأيضاً فيه إمكانية أنه هو ينفذ الكود وإمكانية السرش البحث عبر الإنترنت وإمكانية التعامل مع يعني تدي له يو أر إل ويقدر أنه هو لأي ويبسايد ويبتدي أنه يتعامل مع المحتوى من خلال اليو أر إل فالموضوع بصراحة ممتاز جداً زي ما إحنا شايفين والإمكانيات بتاعته حتكون عالية وهذه هي الأدوات الموجودة داخل جيميناي 2.5 فلاشلايت بشكل سريع كده حنبص على الأداء والأداء هنا أنا عايزة أوريك فيما يتعلق بالسرعة خاصة عند عدم تفعيل الثينكينج مود طبعاً أكيد الثينكينج مود السرعة حتكون أقل ولكن أنا حواليك في الحالتين السرعة حتكون عاملة إزاي هطلب منه إنه هو يعمل لي زي أبليكيشن كده بسيط بالـ HTML و CSS و JavaScript وحبتدي إن أنا أقوله ونشوف السرعة في العدم تفعيل الأول الثينكينج مود بصوا الاستجابة الفعلية بصوا السرعة الاستجابة الفعلية وعطاني كمان هاو تيوز الكود عشان أقدر ناشغله وإكسيبلينيشن للكود شرح الكود نفسه وأنا كنت طلبت يحط لي كل الكود الـ HTML و CSS و JavaScript في فايل تيكست أو تيكست فايل واحد حبتدي إن أنا أخد copy حروح على الـ HTML Online Viewer علشان نشوف تنفيذ الكود بالمنظر اللي إحنا شايفينه ده الكود كان عبارة عن إيه هنا أنا طلبت منه إنه هو يعملي mini web app باستخدام HTML, CSS و JavaScript حيث بول كده كورة زي ما إحنا شايفين تبتدي إنها تتحرك على أو تخبط فيه الجدران ويتغير اللون بتاعها في كل مرة تهت أول تخبط فيه الحائط فزي ما إنتوا شايفين التنفيذ بالضبط زي ما أنا عايزة في كل مرة بتخبط اللون بتاعها بيتغير والأداء كان بتاعه سريع جدا لو إحنا نجربنا الثينكينج مود نفعله وأرجع مرة تانية ويستخدم أيضا نفس النموذج ويحبتدي إن أنا أدو سرن أنا هنا محددتش الثينكينج بوجيت وهو الأبليكيشن من المفترض هو أبليكيشن صغير الثينكينج مود ما خدش وقت وعطاني الكود على طول هاخد نفس الكود كده واروح أبص آدي الكود هو بس هنا الباكجراوند أبيض مدل ما يكون الباكجراوند أسود و ممتاز في تنفيذه للكود طبعا هو حاجة بسيطة و هرجع أقولك لو أنت حتستخدمه فيه الأكواد البرمجية المعقدة فهيكون جيميناي 2.5 برو حيكون أفضل و ده اللي بتقوله أصلا جوجل إن جيميناي 2.5 برو هو الأقوى في البرمجة أما بالنسبة لي الأكواد البرمجية العادية وتنفيذ التطبيقات البسيطة ففي الحالة دي حيكون جيميناي 2.5 بلاش لايت بريفيو هو الأفضل أو المفضل في الاستخدام والأوفر أيضا حابة برضو أوريك مثال آخر حبتدي أرفع ماركتنج بوك ده كتاب مكون من 800 صفحة حوالي 800 صفحة ممكن هنا أن أنا أطلب منه أنه هو يديني سامري هنا قلت له الديني ديتيل دي سامري أباوت أول كونتنت الموجودة في البي دي اف و حبتدي أدو سرن وهنا أنا مش مفعالة الثينكينج مود هنا حياخد وقت شوية ليه لأنه يبتدي أنه يقرأ 800 ورقة فلك أنت تخيل حوالي 800 ورقة فعشان كده هو واخد وقت شوية طبعا ممكن أنا أفعل البحث عبر الانترنت ممكن أنا أفعل لو في يو ار ايل فهمه لليو ار ايل أو نعمل براوز لليو ار ايل كونتنت يخش على اليو ار ايل ويبتدي يشوف الكونتنت الموجود من خلال اليو ار ايل فأنت تقدر تعمل الكلام ده أنا مش محتاجة أنا رفعت البي دي اف ومستنياه لما يديني سامري تفصيلي أو ملخص تفصيلي حتى الآن هو يعني خد حوالي اتنين واربعين اربعة واربعين ثانية ولاحظ ان أنا مش مفعالة وحنشوف حيديني الإجابة شكلها عامل ازاي وبعد قدقي قام بإعطائي سامري وتلخيص in details وبتفاصيل بالنسبة زي ما احنا شايفين هنا ابتدى part one chapter one بيتكلم عن ايه أو النقطة اللي فيه chapter two chapter three chapter four part two framework of marketing اعطاني التفصيل للكتاب أو البي دي اف زي ما احنا شايفين وبالتالي حيبقى قدام كل شابتر بيتكلم عن ايه خد قد ايه بقى لحد ما يتصفح الكتاب خد 64.7 seconds يعني يقدر نقول 65 ثانية حوالي دقيقة وحاجة بسيطة جدا حوالي دقيقة وخمس ثواني زي ما احنا شايفين فأنا شايفة ان دي حاجة جيدة وطريقته كمان منظمة جدا في summary أو في عملية التلخيص وبيقول لي الكتاب ده ايه يعني انا رفعت له البي دي اف بيقول الكتاب بتاع مين والإديشن بتاعه وبيكافر ايه او بيغطي ايه ويبتدى يقول لي هم مكون من two part part one وpart two ابتدى يديني كل شابتر بيتكلم عن ايه زي ما احنا شايفين اختبرنا بشكل سريع تقدر انت بقى تختبره على حسب احتياجك في ايه ولكن انا شايفة انه هو جيد جدا كعادة جوجل كل اصداراتها جيدة بشكل كبير خصوصا حيفيد اوي بعد كده استخدامه عبر البي اي بي اي عندك الone million tokens input وoutput تكلفتهم عشرة سنت فده شيء كويس جدا شوفوا فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تفريو زي ما بقولك في نهاية كل فيديو بتنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت لو كنتم متابعين الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا اول مرة بتنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته